تسليك مجاري المياه أبرز إنجازات حكومة عادل عبد المهدي خلال ستة أشهر بهذه الكلمات شن تيار الحكمة هجومه الأخير على حكومة عادل عبد المهدي متهما إياها بالفشل في تنفيذ برنامجها الانتخابي واستعرض تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم إنجازات حكومة عبد المهدي منذ تشرين الثاني عام 2018 إلى أواخر شهر نيسان من العام الجاري وقال إن ما أنجز من البرنامج الحكومي لم يتجاوز أربعة بالمئة التيار الذي أعلن نفسه معارضا لحكومة عبد المهدي إثر خسارته عددا من المناصب الوزارية والدرجات الوظيفية الخاصة على وفق نظام المحاصصة الطائفية نشر تقريرا قال إنه يدرس إنجاز كل وزارة على حدة التقرير تحدث عن وجود فساد وتلكؤ في وزارات النفط والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والنقل والصحة والتربية والإعمار والإسكان والدفاع والتجارة وفي رده على تقرير حكومة عبد المهدي نصف السنوي قال تيار الحكيم إن بعض الأعمال التي اعتبرتها الحكومة إنجازات في تقريرها هي عبارة عن صيانة للمجاري وطباعة للكتب وإعداد بعض الدراسات كما أن التقرير ساوى في الإنجاز بين إنشاء مصفا نفطي وقرار بتشكيل لجنة ما وبحسب تيار الحكمة فإن تقرير الإنجاز الحكومي لم يتطرق إلى سقوف زمنية لتطوير القوات الحكومية ولا للعلاقة مع كردستان العراق في مقابل إدراج مشاريع في برامج الوزارات دون رصد تخصيصات مالية لها ويرجع مراقبون هجوم تيار الحكمة على حكومة عبد المهدي إلى تفاقم التسقيط السياسي بين الشركاء قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي يحاول كل طرف الضفر بما قاعدها بعد فشل أحزاب سياسية بارزة في الحصول على حصص أكبر في كعكة السلطة شكرا